السلام عليكم ورحمة الله أبناء الأعزاء طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي عاجل وردنا الآن منذ قليل أنه تم تحديد الموعد النهائي لاختبار المهام الأدائية ده خلاص موعد ما فيهوش أي تغيير جدول أداء المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2021-2022 والجدول ده موحد على كل مدارس الجمهورية يلا نشوف المواعيد والجدول أول يوم هيكون يوم الاثنين الموافق 18-4-2022 وحتقدوا فيها مهام اللغة العربية في الفترة الأولى ومهام التربية الدينية في الفترة الثانية اليوم الثاني وهو يوم السلساء 19-4-2022 هتقدوا فيها مهام مادة العلوم في الفترة الأولى مهام مادة المهارات المهنية في الفترة الثانية ومهام اللغة الإنجليزية في الفترة الثالثة هو يوم الثلاثة هيكون يوم تقيل شوية اما بالنسبة لليوم الاخير فهو يوم الاربع عشرين اربعة الفين اتنين وعشرين في اليوم ده هتقدوا مهام مادة الرياضيات في الفترة الاولى ومهام الاي سي تي في الفترة التانية ومهام الدراسات الاجتماعية في الفترة التالتة خدوا بالكم الملاحظات اللي جاية دي زمن اداء المهمة الادائية لكل مادة دراسية فترة كاملة يعني عبارة عن حصتين طبعا ده تبقى للقرار 133 الملاحظة التانية يقوم الموجه الاول المختص بكل مادة دراسية باختيار مهمة ادائية واحدة لكل مدرسة الموجه هو اللي هيحط المهام الادائية وليس مدرسين المدرسة كمان احب اوضح معلومة مهمة جدا لاولياء الامور والطلاب ان جميع المهام الادائية الخاصة باللغة الانجليزية المنتشرة على السوشال ميديا دي ملهاش اي علاقة بالترم التاني ده حاجات من الترم الاول اما بالنسبة للمهام الادائية للغة الانجليزية في الترم التاني لحد الان الوزارة لم تعلن عنها فاول ما تعلن عنها ان شاء الله حنزل لكم النماذج الرسمية هنا على القناة بالحال بتاعها كمان حطمينكم بس ان هي حتكون شابهة جدا بموضوعات البراجراف اللي موجودة عندنا في المنهج فالو طالب عايز يذكر المهام الادائية للغة الانجليزية من دلوقت يقدر يذكر موضوعات البراجراف اللي موجودة عندنا في المنهج حاسب لكم رابط الفيديو الخاص ببراجرافات المنهج الترم التاني فاول تعليق وحاسبه لكم كمان في صندوق الوصف ممكن تذكروها لحد ما المهام بتاعت اللغة الانجليزية تنزل من موقع الوزارة حنزلها لكم هنا على القناة بالحل بتاعها ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى لكم